ستة اعزائي من خلال بعض التساؤلات حتى على المواقع لانه هذني ملانة هذا البحث عندما اقرأ تعليقات الاعزاء لانه هذني دروس تدرون تروح على المواقع الالكترونية مثلا الدرس هاليوم درس مية و لا مية وخمسة هاليوم شون مية وخمسة ايه هاليوم مية وخمسة الدرس مية و اربعة اللي قال لي بالامس اليوم انا الصباحا نظرت وجدت انه الفين ومائة نفار شايفين الدرس درس اللي قبله اربعة الاف ومية شايفين ثم هذا معلقين قالين سيدنا هاي الذي كنا ننتظره من زمان انت موعدنا انه تتكلمنا جنوب في هذه المسألة وارجو الله سبحانه وتعالى ان الاعزاء يتحمل البحث وهنا فقط اشير الى نكتة دقيقتين مو اكثر وهو اعزائي ليصر لكم خلط بطلان الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدعى وهذا ما اكدناه في الحوار مع الملحدين وغيره قلنا اذا اكمئة دليل على اثبات وجود الله او عشرة فاذا ابطلنا تسعة او ابطلناها جميعا هذا معنى عدم وجود الله او لا يدل هذا ليس سرعتكم هذا الخلط السيدة الحيدري اذا دا يبطل شنو ها مدرسة اهل البيت ابدا انت امي انا دا اقول هذا الدليل يدل او لا يدل هذا الدليل نعم من حقك ان تسألني سيدنا يوجد دليل اخر او لا يوجد فانا اجيبك اما اقول يوجد وهذا دليل هل قد انت تقول لي سيدنا لا وافق اقول جيد جدا روح ابحث شنو عن دليل اخر انا هذا الدليل بالنسبة الي شنو هو يدل يدل افتر اليفة انت تقول غير كافي اقول وفقك الله روح ابحث ماذا او اصل الى نتيجة ان هاي الادلة غير كافية هذا معناه عدم ثبوت الامامة في الواقع نعم لا يوجد عندي دليل على الاثبات ماذا بحسب الدليل والحجة ذاك بحثنا اخر لتخلطون اعزائي انا دا اناقش الادلة مدى اناقش المدعاء المدعاء في محله وانا الان اقولها صريحة كفتوى عندي دليل على ذلك يختلف عن ادلة القوم عندي دليل هسا في اخر المطاب قد تقول لي سيدنا هل قد تعدي عدي دليل هذا هذا ما يكفي اقول جيد جدا اليك ما يكفي روح ابحث شنو عن دليل اخر روح ابحث لك عن طريق اخر كما فعل السيد الشهيد السيد الشهيد قال ان المنطق الاورستي تسعين بالمئة جنة منه شنو باطل تقول لي لعد شون نثبت هاي هاي قال قال انا اثبته بنظرية الاحتمال اعلام هنا في قم لانا مارد اجيب الاسماء ناقشوا نظرية الاحتمال وابطلوها شنو هذا يرجع اللي ابطله سيد الشهيد في نظرية نظرية اورستي رجعه روح ادور دليل انت مشارك منك السيد الشيقول هذا القدر بالنسبة الي شنو دليل ما ادري واضح اعزائي البحث